أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطبيق الحزمة الاجتماعية العاجلة ثمن مدبولي خلال ترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس السيسي لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه وذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل لافتا إلى حرص الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بدل أقصى الجهد لتخفيف عن كاه المواطنين وصعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تدعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية وكذا التقليل من حدة تأثيراتها الداخلية في سياق آخر جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة بالإضافة إلى جهود ضبط الأسواق تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين ترجمة نانسي قنقر